موسيقى موسيقى الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على سلاح المدرعات وتكبيده مئات القتلى والمبعوث الأممي يدعو إلى وقف القتال في درفور موسيقى موسيقى في بادرة لإنهاء أزمة نقص الخبز التوصل إلى اتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق موسيقى موسيقى تمدد الاحتجاجات بسبب ترد الأوضاع الاقتصادية في سوريا من الساحل إلى درعا وسويدان موسيقى 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 ونبدأهما من الملف السوداني إذ أكد الجيش في بيان له حول المعارك والاشتباكات الجارية مع قوات الدعم السريع أكد أنه حطم عددا من محاولات الهجوم الفاشلة من الدعم السريع على سلاح المدرعات وأكد كذلك أنه قد كبد الدعم السريع خسائر تمثلت في مئات القتلى والجرحة ودمر خمسة مدرعات قيادة الجيش قالت إن الدعم السريع أطلق قذائف هاو في منطقة السلمة مما أدى إلى مقتل ستة من الأهل الله أكبر الله أكبر اليوم لحد عشرين أغسطس في محاولة انتحارية لقوات المتمردين قاموا بمهاجبة المدرعات وتم تكبيدهم خسائر كبيرة جدا خسائر كبيرة جدا الآن تم تدمير عربية اس بي جي ناجين وعربية سنائي تدميرا شاملا وكاملا وغضل كل أفرادها الله أكبر الله أكبر دروع فوض مدرعات نار وشرار الله أكبر الله أكبر يا دعم يا ناظروات يا إنكم الليلة الليلة يا دعام شوفوا الأدب شوفوا النار شوفوا النار شهد محيط سلاح المدرعات في الخرطوم معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع تعد الأعنف منذ نحو شهر وقد تكبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية كما شن الجيش هجوما كثيفا بالمدفعية على مواقع لقوات الدعم السريع وأفد مراسل الحدث بسماع دوي انفجارات عنيفة وقصف مدفعي متبادل بين الطرفين وذلك في الأجزاء الجنوبية من الخرطوم في الوقت ذاته نشر الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر دخول قواتهم منطقة الشجرة جنوب الخرطوم القريبة من المقر العسكري الذي يعد أبرز المواقع الاستراتيجية للجيش صرح مصدر خاص للحدث بأن الجيش السوداني قد كبد قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية ذلك بعد محاولتهم دخول المناطق القريبة من المدرعات وأفد مراسل الحدث في السودان باحتدام المعارك بين الجيش والدعم السريع في محيط سلاح المدرعات وأشار إلى سماع دوي انفجارات عنيفة وقصف مدفعي متبادل بين الطرفين في الأجزاء الجنوبية من العاصمة الخرطومة بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أقوى الرجال وأجعي الرجال باسم الغوات المسلحة باسم الطباء الغوات المسلحة باسم السلاح الطبي وكل الكوادر الطبية التابعة للغوات المسلحة في الميدان نهني أشاوس الغوات المسلحة والشعب السوداني كافة بالعيد التاسع والستون للغوات المسلحة ونطمن شعب السوداني ونطمن كل الأهل والأسر إنه الرجال اللي شايفينهم قدامكم ديل بإذن الله تعالى النصر في الأيام الغادمة إن شاء الله شعب السوداني كله يحتفل معانا وإن شاء الله كل الجنجويت الميليشيات دي تنتهي في الأيام الغادمة فمباركة طيبة لشعب السوداني بيعيد الغوات المسلحة التازعة والستون والله أكبر النصر للشعب السوداني أباشرة من الخرطوم ينضم إلي مراسل الحدث المقداد حسن أهلا مرحبا بك المقداد إذن تشير الأخبار إلى احتدام المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع خاصة حول سلاح المدرعات ما هي آخر الأخبار المتوفرة حول صد الهجوم من قبل الجيش أو استمرار قوات الدعم السريع بهجومها في تلك المناطق نعم بالفعل آخر الأخبار والمعلومات الواردة هو هذا الهدوء الحذر الذي يشهده بحيط سلاح المدرعات الواقع جنوبي العاصمة الخرطوم حيث دارت معارك تعد الأعنف حول هذا السلاح منذ ساعات الأولى من الصباح والجيش السوداني يقول أنه يتصدى لهجوم من قبل قوات الدعم السريع والتي هي قالت أنها نفذت عديد من المحاولات للدخول إلى هذا السلاح من عدة محاور لا سيما من المحاور الجنوبية والمحاور الشرقية لهذا السلاح الجيش السوداني أعلن في بيان له أنه كبد هذه القوات العديد من الخسائر واستلب عديد كذلك من الآليات المدرعة والدبابات وكذلك كبدهم العديد من الأرواح بالفقابل قوات الدعم السريع نشرت مقاطع لما تقول أنها مشاهد حية من أرض المعركة والتي ظهرت في منطقة جبرى جنوبي العاصمة الخرطوم لكن وقبل قليل وفي هذه الأثناء نحن نستمع إلى دوي انفجارات عنيفة بحي المجاهدين الواقع جنوب شرق العاصمة الخرطوم إثر قصف مدفعي من قبل الجيش على مواقع تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهذا كان قبل قليل من الآن أيضا المعارك ربما هي هدأت الآن حول محيط طلاح المدرعات لكنها أيضا امتدت إلى غربي العاصمة مدينة دورمان حيث الأحياء القديمة من هذه المدينة وأنا عني هنا الأحياء التي تقع في وسط مدينة دورمان كأحياء الجماير وأحياء أبروف وودنوباوي هذه المنطقة أيضا شهدت معارك ضارية استخدمت فيها الطائرات المقاتلة التي تتبع الجيش السوداني وأيضا الدبابات من خبال الجيش السوداني وأيضا القوات البرية التي تتبع الجيش السوداني دخلت من المحاور الشمالية متجهة نحو المحاور الجنوبية لهذه الأحياء استمرت لساعات عديدة حرف ما علمنا لكنها هدأت في الأوقات المتأخرة من هذا اليوم محيط صلاح المهندسين أيضا والأحياء المحيط به من الناحية الجنوبية والغربية أيضا شهدت اشتباكات متقطعة انخفتت وطيرتها في الساعات الأخيرة من هذا اليوم أيضا هذه المواجهات انتدى بغربا إلى مدينة نيالة عاصمة ولاية جنوب جارفور وهي متواصلة حتى هذا اليوم باليوم التاسع على التوالي وسط أوضاع مأساوية ويعيش الناس وسط أوضاع مأساوية وحقيقية يعاني الناس من جراء هذا الاقتال المتواصل منذ إبريل الماضي نعم إذن مراسل الحدث المقداد حسن كنت معنا من الخرطومة شكرا جزيلا لك الحرب والمعارك لا تزال مستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطومة إلا أن وطيرتها في محيط سلاح المدرعات متقطعة واليوم يبدو أن لهذه المنطقة نصيبا من القتال إذ تجددت المعارك العنيفة في هذه البقعة التي تعد السلاحة الاستراتيجية للجيش ولقوته القتالية وذلك لما تحتويه من أسلحة أكثر تفوقا عن باقي المواقع سلاح المدرعات به ثلاث كتائب أي نحو أربعين دبابة إضافة إلى لوائي مشاه آلي بنقلات جند مدرعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حذر أبي بي مولوني قائد برنامج القطاع الأمني بمنظمة إيجاد من تحول السودان إلى ملاذ للإرهابيين وقال إن الجماعات الإرهابية في سوريا سوف تستغل الفراغ الأمني المتوفر حاليا في منطقة شرق إفريقيا للانتشار هناك وحذر المسؤول في الإيجاد أن ما يحدث في السودان هو ما حدث في اليمن وسوريا وليبيا بعدما استغلت العديد من الجماعات الإرهابية أزمات هذه البلدان لتنتشر فيها عبرت البعثات الأممية في السودان عن انزعاجها الشديد إزاء الزيادة في أعمال العنف في ولايتي جنوب وغرب كردوفان ودعت إلى وقف جميع الأعمال العسكرية وإلى حماية المدنيين واللجوء إلى الحوار لحل المشاكل وذكرت البعثة في بيان لها أن تقارير قد وردت عن قصف عنيف نفذته الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال على مدينة كادوغلي وأعقبت ذلك اجتباكات بين الحركة والقوات المسلحة السودانية مما تسبب بنزوح سكان في المنطقة ووقوع ضحايا بين المدنيين وأضاف أن مدينة الفولة عاصمة غرب كردوفان تعاني من الاضطرابات منذ يوم السادس عشر من أغسطس في نيالا جنوب دارفور غربي البلاد ولليوم التاسع على التوالي استمرت المعارك وقد استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة بعدد من المواقع أفدت مصادر مطلعة أو بأن المعارك قد جرت في محيط قيادة الجيش من الناحيتين الجنوبية والشمالية وقد خلف القتال المستمر بنيالا نزوحا كبيرا وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحة وتم نقل عدد منهم إلى الولايات المجاورة لتلقي العلاج والله الوضع سيء 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 أنحنا سكان حيالوادي وسط تعبانين تعب شديد من الدانات ومن القرناصين والدعم السريع جو الحي معنا يبادلوا السلاح من داخل الحلة من قدام بواب بيوتنا والله أنحنا تعبانين حسنا زحنا جينا الضعين لأن تعبنا تعبنا شديد حيالوادي غرب دفاضي ما فيه ولا زول نزحوا كلهم مشوا خلوا بيوتهم وكلها اتسرقت وكلها اتنهبت أنحنا الآن قاعدين وبرضو بنقعد في الشارع عشان نرغب الحرامية النسوان قاعدين بالعصيان في الشارع عشان نرغب الحرامية أولادنا تشفع بالصفافير شافوا حرامي يصفروا الرجال يجروا يعني حالة مأساوية شديدة يعني إحنا طلعنا من بيوتنا الساعة ولا شايرين ولا حاجة بس سجارين جالي حتى حصلنا سقجاب ولهو أصلنا لأرباط الضعير وحصلنا لأضعير الحمد لله رب العالم لكن الموضع مأساوي شديد يعني الدانات أكثر شيء الدانات والقرناص إحنا في حالوادي شارك ده أكثر شيء القرناص القرناص ده 24 ساعة والله في اليوم أكثر من سبعة طلقة تنزلك في بيتك أكدت حركة تحرير السودان التي يتزعمها الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية وعضو المجلس الانتقالي أكدت أن قيادة الحركة تجري اتصالات واجتماعات محلية وإقليمية ودولية لإنهاء القتال والعودة لمسار التحول المدني الديمقراطي ودعت الحركة في بيان الشعب السوداني للوحدة وإلى نبذ خطاب الكراهية والعمل على تكوين جبهة مدنية لوقف الحرب وأضاف البيان أن القتال قد دمر النسيج الوطنية وتسبب بخسائر في الممتلكات والأرواح ونزوح السكان وباشرة ينضم إلي من أديسة بابا رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ أشرف على شاشة الحدث الحديث إذن عن كل تلك التخوفات المتعلقة بانتشار أو دخول جماعات إرهابية تستغل هذا الفراغ الأمني بسبب الحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطومة إلى أي مدى يمكن السيطرة على ذلك وما نتاج حقيقة استمرار هذه الحرب بما يتعلق بهذه النقطة على وجه التحديد من الصعوب مكان السيطرة على ذلك إذا حدث بالتأكيد لأن ما تحرك من رمال ساكنة يجعل ذلك ممكن خاصة أن السودان لديه حدود مشتركة مع عدد من الدول التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية كما أن الظروف الحالية والمناخ السائدة الآن بسبب الحرب ربما يكون ملائما لتسلل هذه الجماعات إلى الخرطوم ويسمى أن تكون هي جزء من العملية الجارية خاصة في أوقات السابقة كانت الأجهزة الأمنية قد غمضت عدد من الخلايا العسكرية الناشطة التي تصنف في أنها تمثل جماعات إرهابية خارجية إذن كل ذلك ممكن إذا لم يتم وقف هذه الحرب العينة والعباسية الحالية عندما يتم الحديث عن مبادرات ولعل كل هذه المبادرات تجتمع على مرتكزين رئيسيين وقف إطلاق النار والاهتمام بالمسار الإنساني ما الذي يعقد تجسيد هذه الرؤى إن كانت كل هذه المبادرات أهدافها واحدة على الأقل لعل الذي يعقدها هو النوايا ولعل الإصرار على الاستمرار في الحرب هو يعتبر العامل الرئيس والأساس في مسألة زيادة هذا التعقيد خاصة وأن كل الأطراف هي تصر على حسم المعركة عسكرية الجيش يريد أن يعيد تموضع في بعض المناطق التي فقدها ويريد أن يحسن هذا التمرد وكذلك أيضا من جانب آخر يحاول الدعم السريع بسطة سيطرته الكاملة على القرطوم وإعلان أنه هو الخارج لكن هل يبدو ذلك جاليا أستاذ أشرف يعني بالحديث مثلا عن تصريحات مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة والذي تحدث فيها عن الفصل بين القوات وعدم وجود قوات الدعم في تلك المناطق المدنية أو بين السكان هل يبدو واضحا وجاليا بأن الجيش فعلا يصر على حسم ذلك عسكريا ألا تعتقد بأن الجانبين قد توصلا إلى فكرة الحسم العسكري هو أمر غير ممكن هو بالتأكيد هذا وضع واضحا لكن من الواضح أيضا أن هناك إشكالات أخرى في هذا الجانب لعل هذه الإشكالات متعلقة بموقف هذه الأطراف من هذه العملية واحدة من هذه الإشكالات أن الجيش الآن هو يريد أن يحسم هذه المعركة وهناك خطاب الآن متناقض بينه وبين نائب رئيس المجلس السيادي نائب رئيس المجلس السيادي حاول أن يتحدث عن أنه سيحسم هذه المسألة عن طريق التفاوض والحوار وهذا يعاكس خطاب البرهان الذي كان قد تحدثه بشكل واضح عن حسم التمرض العسكريا وبالتالي هناك تراغط فيما يتعلق بمؤسسة الدولة وهذا يعاكس أن هناك أكثر من الغرار داخل هذه المؤسسة النقطة ثانية أيضا هي تتمثل في المسألة المتعلقة بالدعم السريع والذي يريد أن يسيطر على مناطق أكبر حتى يحكم قبضته وسيطرته الكاملة وبالتالي يقول أنا سيطرت تماما على الأوضاع طيب يعني بالحديث عن المكون المدني أو تحديدا عندما نتحدث عن الحرية والتغيير المجلس المركزي هل نقطة وجود جبهة مدنية موحدة من شأنها بالفعل أن تؤثر على الوضع طالما أن كل الحراك المدني قبل اندلاع هذه الحرب لم يسفر حتى عن الوصول وتجسيد الاتفاق النهائي وبالتأكيد مسألة وحدة القوى المدنية هو واحدة من المرتكزات الأساسية التي يمكن أن توقف هذه الحرب اللعينة لأن في السابق لم يكن هناك أي جهود للمدنيين خاصة لأنهم ظلوا منشغلين بالحرب الآن توحد الجبهة المدنية يمكن أن يضيف أكثر فيما يتعلق بمسألة وقف الحرب ويزيد من الضغط على الجانبين خاصة عن نقوة الحرية والتغيير مثلا هي قد وقعت اتفاقا مع كل الأطراف المختلفة يعني وتمثل في الاتفاق الإطاري نعم نعم طيب سيد أشرف يعني لكن إنما تحدثنا عن أوراق الضغط بطبيعة الحال يعني الأطراف المدنية لا تملك ضغطا لا على الجيش أو حتى على قوات الدعم السريع لكن على الأقل هل بالإمكان أن يتم ترجمة لا أتحدث عن مبادرة بقدر ما أتحدث عن صيغة تؤدي إلى جمع الجنرالين البرهان وحمدتي نعم هناك جهود أيضا تقوم بها منصة منصة يرعاها السيد الرئيس المجلس الوزراء السابق دكتور عبدالله حمدوك يمكن أن تلعب دورا في ذلك هذه المنصة هي الآن تعمل على توحيد المبادرات جميعها ويمكن عبر ذلك أن تجمع بين هذه بين حمدوك وبين أيضا من جانب وبين بغية القيادات المتحاربة الآن عندما نتحدث أيضا اليوم عن الدور الإثيوبي هل بالإمكان أن تقدم إثيوبيا على وجه التحديد يعني بالموازاة مع جهود إيجاد وهي موجودة فيها مع الإفريقيين مع المبادرات التي قدمت هل هناك خصوصية للوجود الإثيوبي في التواصل مع البرهان وحمدتي؟ نعم يعني في وقت سابق خاصة عندما كانت هناك يعني عندما اندلعت الصورة السودانية كانت أيضا لايبت أسيوبيا دورا مهما وبارزا ورئيسيا في مسألة تغريب وشاتب نظر بين المكون المدني والمكون العسكري وتستطيع أن تلعب هذا الدور مرة أخرى ولكن هناك شكوك من قبل المكون العسكري ومستلف الجيش الآن بأن سيوبيا هي غير محايدة وبالتالي هذا يمكن أن يؤثر على الدورة السيوبي لحد كبير إذن لا بد لسيوبيا أيضا أن تتواصل مع المكون العسكري ومستلف الجيش وتحاول أن تزيل هذه الشوائب المتعلقة لفقدان الصغة ومن ثم يمكن لذلك أن يجعل الدورة السيوبي يلعب دورة أكثر مما هو عليه الآن خاصة أن سيوبيا هي الآن تشط فيها كثير من المبادرات وبها مغرى الاتحاد الأفريقي وليل شكرا جزيلا إذن من أدي سبابا رئيس تحريل صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز شكرا هذه النشرة مستمرة فيها بعض الفاصل التوصل إلى اتفاق لإعادة إمدادات أو إمداد المخابس غير المدعومة بالدقيق في تونس منذ لبناء ونحن نصارع الحياة نترك أشياء من أجل أشياء أخرى نحاول الجاهدين أن ندرك أن نعرف السبب في المصول إلى غانتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآس لطالما كانت الأميات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير ويبقى الأمل ما يدفع الإنسان ليستمر نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة هنا سهل أنه كان يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعم من السماء طفولة يسرقها الجوع أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرمونا من الجحيم باحثونا عن المجهول أهلا ومرحبا بكم من جديد في تونس جرت توصل إلى اتفاق لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق مما يشكل بداية حل لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين وذلك وفقا لما أفادت به مصادر في القطاع وقد أكد عضو المجمع المهني للمخابز العصرية أن تسعين في المئة من المخابز المنتسبة قد اضطرت إلى إغلاق أبوابها مما أدى إلى تشكل طوابير أمام المخابز المدعومة وقد أعلنت وزارة التجارة أنها سوف تستأنف تزويد محل صنع الخبز العصرية بمادتي الطحين والسميد إثر التزام هيكلها المهنية باحترام القوانين والترتيب المنظمة لصنع وبيع الخبز ومطابقة نشاطها لذلك إضافة إلى أنها سوف تنفذ إصلاحا شاملا لنظام إنتاج الخبز وتوزيعه وبعد هذا الإعلان قرر المجمع المهني للمخابز العصرية إلغاء اعتصام كان مقررا يوم الاثنين أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة رغيف التونسيين ضائع بين روايات تهريب الطحين ومنع الدولة لرخص بعض المخابز وغياب الرقابة وغيرها من الروايات كل وضع تشوف فيها نجوه بالساعة ونصف باش ناخذ الخبز تيران يوميا هيك هكا تشوف أنت في الحكاية يقول لك الفارينة مثلا ماشي وهي تتعدى الليبيا كلها تتعدى الليبيا لكن الأكيد وهذه الطوابير الطويلة للتونسيين يطلضون بين القيض وحرارة الأفران بانتظار الحصول على خبزهم اليومي هذا الأمر يزيد من صعوبة ومن معاناة الأهالي الذين يجدون أنفسهم كل يوم يعني في طوابير خبز وهنا نتحدث عن وقت ضائع ومجهودات مهدورة وهذا العمر لابد أن يحل في أسرى وقت أزمة لم يعدها التونسيون كغيرها من أزمات انقطاع المياه والكهرباء وباقي اللائحة واليوم اقتحمت حياتهم اليومية بمتاعبها بشهادة صاحب المخبز هذا الدولة تمدهم بنفس كميات الطحين الاعتيادية وبشهادات كثيرة لم تنقص حصص الخبزين من الطحين فما الذي يحدث؟ أين خبز التونسيين؟ حكاية التزود بالفارنة من الدولة ما عدناش فيها مشكل نفس الكمية اللي يعطوني فيها تو يعطوني فيها قبل فيما خص الضغط على العباد خوية لبلاد كبيرة فيها مناسبات هذا على الشيء صار الضغط الخبز ليس مكوناً كمالياً على الموائد التونسية وإنما ركيزاتها لأجل ذلك بات التعجيل بحل هذا الملف مطلباً ملحاً برسم الدولة إما ضرب المحتكرين أو وقف إضرابات تعبث بكل ما يعترضها منذ ما بعد الثورة يمنى جلاص الحدث ينضم اليمن تونس رئيس تحرير جريدة الصباح سوفيان رجب أهلاً ومرحباً بحضرتك أستاذة سوفيان على شاشة الحدث بعيد هذا الحراك وهذا الاضطراب والتوتر الذي أصاب صفوفة إنتاج الخبز إذا صح التعبير في تونس كيف تم التوصل إلى اتفاق بين العصرية مع الحكومة أو الحصول على الخبز أو الدقيق والسميد مرة أخرى؟ الاتفاق يعني هو فقط تطبيق القانون وفرض الرقابة الإشكالية الخبز في تونس هي إشكالية المخابز المدعمة والمخابز غير المدعمة المخابز التي تتلقى يعني القمح ومشتقاته بسفة مدعومة يعني وتنتج الخبز فقط لا تراقي أي إشكالية لكن المخابز التي يعني التي لديها رخصة مرتبات أو إنتاج آخر غير الخبز مع الخبز هي التي تراقي اليوم إشكالية كبرى نظر الاستعمال يعني مشتقات الحبوب ليس في الخبز فقط الخبز المدعم بل في إنتاج المرتبات وإنتاج يعني أنواع أخرى من الخبز يعني فائق الجودة وبالتالي يعني أسعرها يكون مضاعف ثلاثة أو أربع مرات الاتفاق اليوم هو فرض القانون وتطبيق القانون يعني المشتقات الحبوب المدعمة يجب أن تذهب فقط إلى الخبز المدعوم وهنا يأتي دور الرقابة الأمر واضح وواضح جدا يعني كم في تونس من مخبزة تقريبا غير مدعمة وجب مراقبتها يعني وجب مراقبتها يعني حسابيا يمكن مراقبة الإنتاج بالتزود يعني ما تم تزوده على المخابز غير المصنفة أستاذة سفيان صحيح؟ بالضبط بالضبط العصرية هي مخابز غير مصنفة يعني وهي التي تنتج الخبز وغير الخبز المرتبات يعني قطعة المرتبات في تونس ب87 بموجب هذا الاتفاق سوف تحصل على الطحين أو الدقيق وسوف يكون مدعما هذا الدقيق والطحين صحيح؟ هذا صحيح لكن مع وجوب قلت لك تطبيق أرخون مع وجوب أن يتم يعني أنتاج الخبز بالدقيق المدعوم يعني هذه المخابز ستشتري دقيق مدعوم ودقيق غير مدعوم يعني بالتالي سوف يكون هناك أليا حفية للرقابة المخابز العصرية نعم نعم بالضبط كما سمعنا إلى بعض الخبازة أو المنتجي الخبز هم يحصلون اليوم على نفس الكمية تقريبا كما قالوا لكن الإشكالية في المخابز غير المصنفة يعني المخابز غير المصنفة خلينا أسألك إذا سنحت أسف على المتاطع سيد سوفيان يعني هنا نعم يعني أنت تعلم أنه كانت هناك العديد من التصريحات المنسوبة خرج بها رئيس الدولة سعيد بحديثه عن هذه الأزمة وقال أن الخبز خط أحمر هناك من يشير أو يتساءل عندما نتحدث عن هذه الأزمة هل هي متعلقة؟ هل هي مشكلة مفتعلة؟ أم أنها بالفعل متعلقة بشح الموارد؟ هي أزمة يعني جمعت بين الكل هي أزمة مفتعلة فيها جوانب سياسية هذا مؤكد وكذلك شح الموارد ويعني تونس كانت تنتج اليوم تونس تنتج تقريبا خمص استهلاكها تونس تنتج يعني 7.5 مليون طن وتستهل 30 مليون طن يعني هذا الرقم رقم رقم كبير تونس التي كانت تسمى سابقا مطمورة روما نظراً يعني الخزان لأوروبا وحتى أفريقيا اليوم أصبحت يعني منتجها شحية هل صحيح الأرقام تشير إلى 60% لا تجد 60% يعني من حاجات تونس من الحبوب لربما تستوردها كانت من روسيا وأوكرانيا نعم روسيا وأوكرانيا بالفعل وهناك الأزمة الروسية الأوكرانية يعني لها دور كبير هناك كذلك منسوب يعني الإنتاج قل بصفة كبرى هناك يعني موجة الهجرة الغير شرعية كذلك أثرت في الداخل وفي الخارج يعني على مستوى الإنتاج وكذلك على مستوى الاستهلاك وكذلك نحن نعلم جيدا نفس سنين أينما وجدت أزمة هناك يعني تكالب أو تهافت على ما هو مفقود يعني إذا وجدت أزمة ماء هناك تهافت على الماء إذا وجدت أزمة خبز هناك تهافت على الخبز يعني الأزمة إلى جانب كما قلت أنها هناك دوافع سياسية أخرى لها يد في ما يحصل من أزمة الخبز وغيرها من المنتجات الغذائية منذ أكثر من سنة يعني ثلاثة أو أربعة سنوات تقريبا تونس أصبحت تشهد في كل مرة أزمة الغذائية من جماعات الضغط التي لربما كان الرئيس صعيد قد أشار في حديث سابق يعني إلى أن هناك جماعات ضغط هي التي تستخدم هذا الملف في سبيل تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر والاضطراب بالفعل الكل يعرف أن تونس اليوم تشهد أزمة سياسية كبرى تشهد يعني وجود قيس صعيد تقريبا في من جهة والبقية من جهة أخرى هناك يعني معارضة مفقودة هناك يعني المجتمع المدني تقريبا أصبحها مفقود غموث في السياسة التونسية غموث في تسيير البلاد ككل كذلك يعني ولد بالطبع ولد الضغط وولد يعني نحن نعلم جيدا أن في السياسة هناك ألعاب يعني ممكن أن تكون نسميها بين ظفرين ألعاب قذرة من بين الألعاب القذرة هو الضغط والأحتكار الأحتكار هو فيه جانب اقتصادي مالي وفيه جانب كذلك السياسي هناك مخازن كبرى هناك يعني اليوم وأمس وأول أمس تم العثور على مخازن الشهر الماضي والشهر الذي قبله تم العثور على مخازن تحتوي يعني منتجات غذائية تم احتكارها ربما للمضاربة الاقتصادية وربما كذلك لأحداث أزمة اجتماعية واقتصادية في البلاد هذا أمر مفروغ منه هذا أمر عادي لكن كما قال رئيس الدولة وكما يقول كل الشعب التونسي الخبز التونسي خط الأحمر الخبز التونسي خط الأحمر وغذاء التونسي الذي أصبحنا نعيش أزمة أمن غذائي اليوم في تونس الأسعار مرتفعة ومرتفعة للغاية مواد مفقودة إشكاليات كبرى والأمن الغذائي لتونس أصبح مهدد نعم في النهاية الشعب يقول أن الخبز خط أحمر وعلى المؤسسات التنفيذية ألا تتجاوز وأن تمنع أي تجاوز على هذا الخط الأحمر شكرا جزيلا من تونس رئيس تحرير جريدة الصباح سوفيان رجب شكرا هذه النشرة إذن مستمرة وفيها بعض الفاصل احتجاجات في الجنوب السوري بسبب الأوضاع المعيشية المتردية وعصيان مدنيون في السويدة شكرا جزيلا من تونس أصبح صحيان رجب شكرا جزيلا من تونس أصبح مقلمون في الصمي ما قال عناه من دمي كراقي محدور من الشهداء والجسد ومن خلال الخيار مرهد ومطيح ونجال وخلال من تغريب الناد لحقية حتى من الاعتقال لتحديد المشروع والإسلامية لحن ناري كراقرية لا نرد إلا حقا هو العيش الكريم والحياة الكريمة للإنسان في صمت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار الانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل لحظة ترسم مشهدا تشكل خبرا تصنع حدثا أهلا ومرحبا بكم إذن من جديد توسعت رقعة الاحتجاجات المعيشية في سوريا لتطال مناطق ساحلية أبرزها جبلة مدينة السويداء شاهدت إغلاقا تاما لجميع الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية للمدينة من قبل المحتجين من أبناء القرى والبلدات الذين تجمعوا احتجاجا على ترد الوضع الاقتصادي تطبيقا للعصيان المدني الذي أعلنت عنه عشائر السويداء أمس في سياق متصل تشهد جميع الدوائر الحكومية والمحل التجارية إغلاقا تاما وسط توقف لحركة المرور وقد أجلت الامتحانات التي كانت مقررة هذا اليوم في فرع جامعة دمشق بمدينة السويداء ليوم إضافي على خلفية العصيان المدني في المحافظة قد أعلن وجهاء من قرية المنصورة من بدو السويداء مشاركتهم في الإضرابة وشهدت أيضا محافظة درعا بدورها احتجاجات مطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية مطالبة بتجارية أيضا مطالبة بتحسين الأولية بتحسين الأولية المترجم بالقفى صفوتي مطالبة بتجارية المترجم بالقفى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انه نحن مش ضد اي خراب او ان نسكر نحن حتى سمحنا بالحالات الانسانية والحالات الصحية والاطعام والاشراب وكل شي حالات كانت مستعصية اليوم باكثر من مكان شبابنا كلها تتفازعت وحلتها عبر مجموعة نحن حركة الانتفاضة الشعبية طلعنا من خلال الانتفاضة الشعبية لا من اتجاه السياسي ولا من اي شيء اكد وزير الخارجي المصري سامح شكري حرص لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا على التوصل الى تسوية للازمة السورية بكافة ابعادها وذلك خلال اتصال هاتفي بين شكري والمبعوث الاممي لدى سوريا جير بيدرسون وقد تبادل شكري الرؤى مع المبعوث الاممي حول اخر المستجدات الخاصة بالاوضاع في سوريا اضافة للجهود التي تم بذلها لانهاء الازمة وبدوره اشاد بيدرسون بمخرجات اجتماع لجنة الاتصال العربية واكد عزمه التنسيق مع مختلف الاطراف المعنية من اجل البناء على ما تم توصل اليه في اجتماع اللجنة الاخير معي من دمشق الكاتب والمحلر السياسي غسان يوسف اهلا ومرحبا بحضرتك استاذ غسان على شاشة الحدث السؤال الابرز اليوم كيف تراقب دمشق هذه الاعتصامات او الاحتجاجات الاضطرابات سميها العصيان المدني بسويدا ودرعة تحياتي لك والاستاذ المشاهدين اهلا فيك طبعا هي ليست المرة الاولى التي تشهد فيها سوريا بشكل عام تظاهرات وخصوصا محافظة السوداء هو بشأن المطالب المعيشية لكن يعني في الفترة الاخيرة او يعني في القرارات الحكومية الاخيرة التي صدر ربما كان زيادة اسعار البنزين وغلاء الاسعار مع ارتفاع للدولار يعني وانخفاض لليرا السورية ادى لشعور المواطنين بنقص السيولة وبعدم التمكن من يعني تأمين الحاجية طبعا هذا يعود الى عدة امور من بينها التبخم بشكل عام الذي حصل في سوريا من بينها ربما يعني بعض الفساد والاحتكار احتكار التجار وايضا عدم وجود رقابة على الاسعار يعني ايضا بالنسبة لي الزيادة لم تكن متناسبة ابدا مع رفع الدعم يعني عن المحروقات وخصوصا مادة البنزين تتحدث عن زيادة الرواتب اصد غسان نعم اقول تتحدث عن زيادة الرواتب القرار الاخير متعلق بزيادة الرواتب الذي ربما نعم وصل الى حدود 100% نعم وصل الى حدود 100% لكن رفع سعر البنزين يعني مثلا كان اللتر ب3000 اصبح ب8000 واحيانا يعني اصبح في السوق السوداء حوالي مثلا 15 الف 17 الف يعني اصبح عبئ كبير على اي موافر انا اعتقد يعني بأن الامر يحتاج الى معالجة جذرية بحيث يتناسب الدخل مع المصروف اليومي او الشهري يعني الراتب الشهري للموظف الدخل المحدود يجب ان يتناسب مع حياة كريمة تكفيه من اول شهر لأقل شهر ممكن نمضح اكثر اشهد غسان اشهد غسان يعني كيف نصف او نوصف هذه الاجراءات الجذرية في المعالجة انا اعتقد يعني يجب ان يكون هناك لجانة اقتصادية تدرس جدوى اي قرار يصدر وردود الفعل التي يمكن ان تحدث على هذا القرار مع امكانية يعني مواطنية لا نستطيع مثلا ان نتحدث عن كل المواطنين ولكن لديك اشفاء وشريحة هي اصحاب الدخل المحدود وهؤلاء موظفون في الدولة ومحسوبون على الدولة ويعني لا يعملون سوى مع الدولة ولذلك اعتقد بان هؤلاء اكثر المتضررين تقارير تشير اصد غسان الى ان 12 مليون يعانون من ازمة او خطر انعدام الامن الغذائي لا 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 ليس هذا بالضبط يعني ليس هناك 12 مليون موظف ولكن انا اقول لك بالنسبة للقرارات الاخيرة يجب ان تكون منعكسة على الحياة اليومية على منعكسات الحياة اليومية يعني هل الراتب يكفي هذا الموظف مثلا لكامل الشهر اذا كان هناك موظف وزوجته موظفة يعني اثنان موظفين في البيت هل مثلا راتبان يكفيان لحياة كريمة من اول شهر لاخر شهر طبعا يعني هذا يحتاج الى لجانة اقتصادية ودراسة معمقة ودراسة احتياجات الاسرة السورية يعني بحيث تؤمن الغذاء الدواء التدفئة يعني هذه الامور البسيطة التي سمعنا المطالبة بها اعتقد بانها هي اليوم موضع دراسة الحكومة طيب لجنة الاتصال العربية استاذ غسان الى اي مدى يعني مع هذا الحراك بيان عمان ما جرى بالقاهرة هناك بالتأكيد حديث يعني لجنة دستورية بعمان الى اي مدى كل هذا الحراك من الممكن ان ينعكس على مواجهة الازمة الاقتصادية المالية الانسانية للسوريين هلأ نحن شاهدنا مثلا عودة سوريا الى جامعة الدول العربية يعني مثلا كان من المأمول ان يكون هناك مثلا تجيع للاستثمار اعادة اعمار تدخل الدول العربية في هذا الموضوع مساعدة في اعادة اللاجئين تأمين مثلا المساعدة في تأمين التعافي المبكر المشاريع التعافي المبكر في الدولة السورية لكن شاهدنا تباطؤا في هذا الموضوع اعتقد بان الاجتماع الاخير في لجنة الاتصال العربية يعني عالج الكثير من هذه المواضيع منها المواضيع المعيشية واعادة العمار وتجيع الاستثمار بحيث يعني ان يستطيع مثلا الناجئ السوري اذا عاد ان تؤمن له يعني الكهرباء الماء السكن وهذا يعني اعتقد بانه تم يعني دراسته او النقاش به خلال لجنة الاتصال العربية باقل من دقيقة سيد غسان الى اي مدى سيؤثر او تؤثر هذه اللجنة على موضوع رفع العقوبات عن سوريا انا اعتقد يعني الدول العربية اذا كانت فعلا جادة وفاعلة تستطيع يعني ان تساعد في رفع العقوبات خصوصا يعني ان العقوبات هي ليست اممية هي عقوبات من الابتحاد الاوروبي وعقوبات من الولايات المتحدة الامريكية ولذلك يعني تستطيع الدول العربية مثلا هي متأثرة يعني مثلا نلاحظ العراق متأثر بالعقوبات على سوريا لبنان متأثر بالعقوبات على سوريا الاردن متأثر بالعقوبات على سوريا الدول العربية بشكل عام كل المدينة تعامل معها سوريا يعاقب يعني بحسب طانون قيصر والقاوة للعقوبات الاتحاد الاوروبي يعني حتى ان الاتحاد الاوروبي كان هناك اجتماع قمة بين دول جامعة دول العربية ودول الاتحاد الأوروتي قام جوزيل بوريل بزيارة القاهرة والاجتماع مع أمين جامعة الدول العربية وإلغاء هذا الاجتماع احتجاجا على عودة سوريا ولذلك لا يعني الدول العربية لها دور فاعل في كل ما يحدث في سوريا وتستطيع أن تساعد الدولة السورية والشعب السوري شكرا جزيلا إذن الكاتب المحلل السياسي غسان يوسف من دمشق يعطيك العافية قالت قوات سوريا الديمقراطية أنها ألقت القبضة على قياديا في تنظيم داعش خلال عملية أمنية في ريف دير الزور الشرقي وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن العملية جرت يوم السبت في منطقة العزبة بعد متابعة لنشاطات خلية تابعة للتنظيم وبدعم بري وجوي من قوات التحالف الدولي أضافت أنها تمكنت من ضبط وثائق ومستندات وتسجيلات بحوزة القيادي الإرهابي وقد تثبت تواصله وتنسيقه كذلك مع قيادات من تنظيم داعش أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع أن المسؤول السابق في الحزب إلياس الحصروني قد قتله ولم يمت جرأ حديث سير وقال جعجع أن أصابع الاتهام في مقتل الحصروني متاجهة نحو ميليشيا حزب الله انطلاقا من ظروف حدوث الجريمة وشدد على أنه من غير الممكن للدولة والدويل للتعايش وأضاف الجعجع أن الحصروني قد خطف بسيارته وسيق إلى مكان بعيد عن مكان الخطف حيث قتل وإن الشرطة أو إن أشريطة الجريمة أصبحت بعهدة القوى الأمنية المختصة وأكد جعجع أن عملية القتل قد وقعت في عمق مناطق سيطرة ميليشيا حزب الله حيث لديه كامل السيطرة الأمنية والعسكرية ترجمة نانسي قنقر دكرت مفوضية الانتخابات العراقية أنها اقتربت من إنهاء بيانات مليون ناخب استعدادا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من ديسمبر العام الفين وثلاثة وعشرين مؤكدة عدم تمديد توقيتات تسجيل الناخبين والمرشحين أوضحت مفوضية الانتخابات أنها تواصل عمليات تحديث بيانات المواطنين وأشرت كذلك إلى أن هناك إقبالا على تحديث بيانات مع اقتراب مهلة التسجيل من الانتهاء اليوم وأضافت المفوضية أن عدد الذين قد حدثوا بياناتهم تجاوز تسعمائة وخمسين ألفا وأن تسليم البطاقات للمحدثين سوف يكون قبل ديسمبر المقبل أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأن أحزابا قد طلبت حذف رقم ستة وخمسين من قائمة تسلسل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر المقبل وأشرت المفوضية إلى أن هذه الحالة تكون في محافظة بغداد تقريبا أما عن أسباب هذا الطلب من المرشحين فيكمل في أن العراقيين يطلقون لقب ستة وخمسين على المحتالين والسراق وهذا الرقم قد جاء نسبة إلى مادة قانونية تخص النصب والاحتيال وهي المادة أربعمائة وستة وخمسون من قانون العقوبات لعام تسعة وستين واختصارا تم إطلاق الرقم ستة وخمسين على المادة القانونية اعترف كبير مراسل شبكة سي أن أن جيك تابر أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان على حق عندما اتهم نجلة بايدن بقبول مبالغ أجنبية ضخمة خلال المناظرات الرئاسية لعام 2020 اتهامات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمنافسه الرئاسي جو بايدن معركة ساحتها المحاكم ومؤتمرات الحملات الانتخابية هذه الاتهامات الخطيرة التي أطلقها ترامب منذ عام 2020 لم تلقى حينها آذاناً مصغية من وسائل الإعلام الأمريكية لكن بعد كل تلك السنوات شبكة سي أن الأمريكية تقول أن الرئيس السابق كان على حق قبل أعوام خلال إحدى المناظرات الرئاسية عام 2020 شهدت صدامات وفوضى بين بايدن وترامب أطلق عبرها الأخير رصاصة كادت أن تكون قاتلة لمنافسه لو أنها أعطيت الاهتمام أو حتى أثبتت بالتحقيقات حينها زعم خلالها ترامب أن بايدن قد استفاد شخصياً من صفقات ابنه التجارية مع أوكرانيا والصين اعترافات هانتر بايدن في يوليو الماضي أمام المحكمة تتعلق بحصوله على مبالغ أجنبية كبيرة صحيفة واشنطن بوست تفحصت البيانات المقدمة للمحكمة وذكرت أن نجلة بايدن تحصل على قرابة مليونين وأربعمائة ألف دولار في عام 2017 ومليونين ومائتي ألف دولار في عام 2018 جاء معظمها من شركات صينية وأوكرانية وهذه اتهامات وجهها جمهوريون للرئيس بايدن باستغلاله اشتعال الحرب في أوكرانيا بهدف تحقيق مصالح شخصية لنجله روان حمزة الحدث إلى العنوين الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على سلاح المدرعات وتكبيده مئات القتلى والمبعوث الأممي يدعو إلى وقف القتال بدان فورة في بادرة لإنهاء أزمة نقص الخبز التوصل إلى اتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق شكرا على حسن المتابعة تحية وللقاء بعد قليل ترجمة نانسي قنقر تتواصل المواجهات العنيفة على الوضع الكارسي هناك معاناة كبيرة كما تشاهدون كيف ستتعامل روسيا مع بدء الهشوم المضاد الجيش الروسي فوقها بأنه مضطرر لحرب عصابات تلكون ودفاروسيا تعاني إدارة الإنسانية كبيرة جدا هل يعني ذلك بالفعل لم تستطع موسكو حسم عمليتها العسكرية؟ المشكلة التي قد تفعلها هي كسر القطوط الحمراء على الطرف الآخر هذا هو خط الجبهة الأول تم إجلاء ألف وسبعمائة شخص من برات خرسون المختلفة بشر سلاح نووي في بيلاروسيا هو استعراض قوة عن رسالة تهديد أظن الغرب هو يريد استنزاف روسيا هذا الهجوم كان لابد أن يحذر هذا كان رسالي أوكرانيا كيف يمكن بأن أوكرانيا يمكن أن تفجر السد الخاص بها؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أم جاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث؟ وكيف حدث؟ العالم يتغير من حولنا بإيقاعات بتناغم كل شيء متقلب كل إبطاء يعقبه تسالغ ما هي أهمية هذه العملية العسكرية؟ فالمعلومات متغيرة في كل ثانية بلعني أبدأ بهذا العاجل الآن فما تعرفه بالأمس يصبح ماضيا اليوم يمكن أن يصبح مضحة 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 بسيطة العالم يتغير من مضحة مضحة فليكي تبقى على اقتلاغ طالب إيران بحضم التدخل أنه قام بإلينا ببرلين ورسل في الحديث آرانا هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية تغيب أفاق الحلول وتظهر قصص المعاناة صرخات تعبر الحدود ووجع يشاهده العالم كل يوم بالصبت والصورة وحتى لا تنسى قصصه نحن نوثقها بكل تفاصيلها نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة بأرب ينضم إلينا مرسل الحدث نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومات كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخارجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقات فنول الميليشيات القطية ما الذي تريد ميليشي الحوثي أن تحقيقه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعطي الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة ما أبرز ما تم حتى الآن ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرم هذا المكان لم تصله أقدام الميليشي الحوثية وبقي صابتاً رغم الطرابات المكثفة هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حدوة مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشي الحوثية على الأرض في الداخل اليمني بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية مسؤول في منظمة الإيجاد يحذر من تحول السودان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية ويدعو إلى إنهاء الصراع مؤشر بإنهاء انقسام المؤسسات المصرف المركزي الليبي يعلن إعادة توحهيده بعد عشر سنوات من القسام بسبب الحرب الأهلية فشل المفاوضات بين وفدي إكواس والانقلابيين في النيجر والآلاف يتظاهرون في نيام دعماً للمجلس العسكري حياكم الله وأهلاً ومرحباً بكم نكمل إذن ساعتنا الثانية بملفاتنا الإخبارية وبداية هذه الساعة أيضاً من السودان حيث أكد الجيش في بيان له حول المعارك والاشتباكات الجارية مع قوات الدعم السريع أنه حطم عدداً من محاولات الهجوم الفاشلة من الدعم السريع على سلاح المدرعات وقال إنه كبد الدعم السريع خسائر تمثلت في مئات القتلى والجرحة ودمر خمسة مدرعات قيادة الجيش قالت إن الدعم السريع أطلق قذائف هاون في منطقة السلمة مما أدى إلى مقتل ستة من الأهل الله أكبر الله أكبر اليوم الأحد عشرين أغسطس في محاولة انتحارية لقوات المتمردين قاموا بمهاجبة المدرعات وتم تكبيدهم خسائر كبيرة جداً خسائر كبيرة جداً الآن تم تدمير عربية SBG ناجين وعربية سنائي تدميراً شاملاً وكاملاً وغتل كل أفرادها الله أكبر الله أكبر دروع فوق مدرعات نار وشرار الله أكبر الله أكبر أو يا دعم يا ناصر رواد يا إنكم الليلة الليلة يا دعامة شوفوا الأدب شوفوا النار شوفوا النار النار شهد محيط سلاح المدرعات في الخرطوم معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع تعد الأعنف منذ نحو شهر تكبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية إذ شن الجيش هجوباً كثيفاً بالمدفعية على مواقع قوات الدعم السريع مراسل الحدث أفاد بسماع دوي انفجارات عنيفة وقصف مدفعي متبادل بين الطرفين وذلك في الأجزاء الجنوبية من الخرطوم في الوقت ذاته نشر الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر دخول قواتهم منطقة الشجرة جنوب الخرطوم القريبة من المقر العسكري والذي يعد أبرز المواقع الاستراتيجية للجيش حذر أبيبي مولوني قائد برنامج القطاع الأمني في منظمة إيجاد من تحول السودان إلى ملاذ للإرهابيين قال إن الجماعات الإرهابية في سوريا ستستغل الفراغ الأمنية المتوفرة حالياً في منطقة شرق إفريقيا للانتشار هناك حذر المسؤول في إيجاد أن ما يحدث في السودان يشبه ما حدث في اليمن وسوريا وليبيا بعدما استغلت العديد من الجماعات الإرهابية أزمات هذه البلدان لتنتشر فيها عبرت البعثات الأممية في السودان عن انزعاجها الشديد إزاء الزيادة في أعمال العنف في ولايتي جنوب وغرب كردوفانة ودعت إلى وقف جميع الأعمال العسكرية وحماية المدنيين واللجوء إلى الحوار لحل المشاكل ذكرت البعثة في بيان لها أن تقرير قد وردت عن قصف عنيف نفذته الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال على مدينة كادوغلي وعقبت ذلك اشتباكات بين الحركة والقوات المسلحة السودانية مما تسبب في نزوح سكان من المنطقة ووقوع ضحايا بين المدنيين أضاف أن مدينة الفولة عاصمة غرب كردوفان تعاني من الاضطرابات وذلك منذ السادس عشر من أغسطس في نيالا جنوب درفور غربي البلاد والليوم التاسع على التوالي استمرت المعارك وقد استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة بعدد من المواقع مصادر كانت قد أفادت بأن المعارك قد جرت في محيط قيادة الجيش من الناحيتين الجنوبية والشمالية خلف القتال المستمر في نيالا نزوحا كبيرا وأدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحة تم نقل عدد منهم إلى الولايات المجاورة لتلقي العلاجة تحكي أنوار تفاصيل أشهر من الحرب مرض عليها داخل مدينة أمدرمان فلا سبيل لمغادرتها المدينة مع ابنتها رغم استمرار الحرب أنا لايه ستة شهور أنا معلمة مقافزة للداني قروش يعني أنا ما صرفت معايشي لايه ستة شهور ماشي زي ما بقوله بالبركة والحي والحمد لله مستورة رفقدنا ناس كتر من أصحاب من بيوت من زي ما بقوله عمار عمار ناس بالسنين نسمع دانات تقيلة رصاص طبعا الزور بخاف حيش حياتنا مدعودة عليها صعب نطلع نجيب أغراض المنزلة الفطور نعيش حيات طبعا صعبة ونلقى زعار غالية ما نقدر ندبر نقوله ندبر معاشنا ومصاريفنا عشان نقدر نعيش حتى بعد دخول الحرب في السودان لشهرها الخامس لا تزال العديد من الأسر في ولاية الخرطوم متمسكة بالبقاء في منازلها هنا في مدينة أمدرمان التي أصبحت جزءا من مسرح العمليات العسكرية اليومية نحاول أن نقترب أكثر لنتعرف على واقع الأسر كيف تؤمن احتياجاتها اليومية وكيف تقضي يومها خلال الحرب كل الناس هنا أصبحت باحتبار أسرة واحدة في ظروف الحرب يعني أنا وياري وكلنا مدعونين مع بعض خير التعاون يعني ما في مشكلة لو فيه هواجز بتكون شنو والله أحيان بس مرات الإشاعات كثيرة بيقولوا أنه الدعم السريحي خش المنطقة وبيقولوا وبيقولوا لكن نحن صغاتنا كبيرة في الجيش كيفك يا خال حياك الله تسلم الله يبارك بالله والحمد لله خمسة شهور من الحرب عايشين كيف والله في أمان الله وصابرين ونرجو أنه يعني السودان يعود لحالته وأهله يجوا ويتلموا وكل مضايع منه وكل ذول فقط شيء ربنا يجمع له به عايشين كيف الآن هنا والله نطلع السوق نجيب الخدار والرغيف ما وقف والموه برضها يعني مرة تنقضع ومرة بتجيه إذن هذا هو واقع الأسر وهذا هو واقع المواطنين عموما في ولاية الخرطوم وتحديدا في مدينة أمدرمان بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على هذه الحرب المندلعة في السودان نزار البقداوي لقناتي العربية والحدث مدينة أمدرمان معي مباشرة من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي فايز الشيخ سليك أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث أستاذ فايز بدأ أبدأ بالمهم على الأقل في نظر هؤلاء المواطنين السودانيين المتأثرين من اندلاع هذا الصراع على الأرض السودانية اليوم معقول بعد أن تدخل هذه الحرب يعني شارها الخامس معقول موضوع الممرات الإنسانية لهالدرجة هو صعب وصعب على الطرفين المتنازعين جيش وقوات دعم سريع أن يقوموا بتوفيره في سبيل دخول الإغاثات والمساعدات لمستحقها مساء الخير عليك ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الحدث العربية في أي مكان ما يؤسف له بأن يكون موضوع الملاذات الآمنة أو المسارات لتوصيل الإغاثات أو لحركة المدنيين أو لحمايتهم مثار نزاع ومثار جدل بين طرفين القتال هذا يؤكد عدم رغبة الطرفين في التوصل إلى أي هدنة عدم التوصل إلى أي وقف لإطلاق النار بقدر ما يعتبرها هذه الحرب هي حرب وجودية وفعلا هذه حرب وجودية تحدد مصير السودان ربما تحدث عدد من السيناريوهات اتساع دائرة الحرب على طريق لعبة الدومينو تساقط القطع على طريقة اتساع الدوائر إلى الولايات شد الأطراف وغيرها إضافة إلى ربما هناك سيناريو تقسيم السودان في هذه الحالة يظل المواطن هو آخر الأوراق وهو آخر اهتمامات الطرفين الدعم السريع ينتهك انتهاكات يومية يحتل منازل المواطنين هناك عنف جنسي هناك سرقات ونهب فيما أيضا الجيش يقصف قصفا عشوائيا يقتل مدنيين هذا يؤكد عدم الاهتمام بحياة الناس والتقرير الذي نقلتموه يؤكد مأساة الإنسان السوداني في أمدرمان كمثال والآن الحرب ليست في أمدرمان فقط بل في الخرطوم بحري وفي الخرطوم كعاصمة وفي دارفور الآن في الخمسة ولايات في دارفور حتى خلال الأزمة الشهيرة في دارفور في عام 2003 وارتكاب جرائم ضد الحرب وإبادة جماعية لم تكن الأحداث بمثل هذا العنف لم تكن بمثل هذا الشمول وهذا التوسع تمام يعني عندما يشار إلى موضوع الضمانات الإنسانية عندما يشار إلى وجود قوة أو أطراف خارجية تتدخل لتثبيت الوضع الإنساني وجعله سهلا أو أسهل على المواطن ذلك يحدث في إطار الحرب طب هناك حرب من الذي يتحمل اليوم المسؤولية متعلقة بأن هذه المسارات والملاذات الإنسانية الآمنة تفتح لكي تصل هذه الإغاثات هناك مسؤولية مباشرة على طرفي القتال الجيش والدعم السريع خاصة عندما نتحدث عن تجارب تتدخل فيها الدول من الخارج وتستغل الفوضى الأمنية وتستغل مصالح وإيرادات وكل شيء في البلاد ما هي الصيغة المطلوبة من العالم أو المجتمع الدولي ليتدخل في سبيل هؤلاء المساكين؟ التدخل الدولي المطلوب حاليا هو تدخل على مستوى إنساني على مستوى تقديم العون الإنساني على مستوى تقديم الحماية للمدنيين السودان جزء من المجتمع الدولي جزء من الأمم المتحدة جزء من المنظمات الأفريقية والقارية والعربية كل هذه المؤسسات يجب أن تتعامل مع الواقع في السودان بجدية لأن الإيصال الإغاثة هي مسؤولية الأمم المتحدة السودان ليس حالة فردية مثلا عندك الحرب في أوكرانيا قبل ذلك الحرب في سوريا الحرب في كل هذه المناطق تصل إليها المنظمات الدولية إلى الآن هذه المنظمات لم تصل إلى السودان كل ما تلقاه السودانيين من دعم هو عبارة عن دعم من دول عربية مثل مصر أو السعودية والإمارات أو القطر فقط الدول التي تحيط بالسودان أفريقيا أو عربيا هي التي تقدم هذا العون لكن الأمم المتحدة هي المسؤولة الأول وهي المسؤولة الأكبر إضافة إلى ذلك الأمم المتحدة أيضا لها آلياتها لها أدواتها لا وسائل العقوبات لها وسائل التي يمكن أن تتخذها ضد المتقاتلين هذا عالم وليس فوضى بيطانيا أو أمريكا كانوا فرضوا عقوبات ثاني مطلوب الآن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية لم تؤثر حتى الآن وهي عقوبات فرضت على أربع شركات شركتان تتبعان للدعم السريع وشركتان تتبعان للجيش الغرض من تلك العقوبات هو تجفيف مصادر التسليح مصادر الدعم اللوجيستي لكن لا بد من عقوبات زكية تستهدف قادة الأطراف المسلحة إضافة إلى المدنيين الذين يؤججون الفتنة هناك مدنيون وهناك قوة سياسية ضالعة من تقصد أستاذ في هذه المأساة أقصد على وجه التحديد وبشكل مباشر الحركة الإسلامية بكل فروعها هي المسؤولية كاملة عن هذا الوضع هي التي بدأت الحرب وهي التي مهدت لهذه الحرب قبل بدايتها بالحديث عن بأن إما الحركة الإسلامية تكون موجودة أو السودان غير موجود وقالوها بشكل واضح فالترق كل الدماء هذه هي شعارات الحركة الإسلامية التي أوصلتنا الآن إلى هذا الدرك الأسفل وإلى انهيار الدولة ألم يكن السؤال استفسارا واستعلاما ألم تكن هذه النقطة مثارة عندما كان يعمل الرجلان البرهان وحمدتي معا يتصافحان ويتحدثان في مؤتمرات ومحافل مشتركة أمام الكاميرات نعم البرهان وحمدتي هما أيضا مسؤولان وهما المسؤولان المباشران حمدتي بحكم قيادته للدعم السريع البرهان بحكم قيادته للجيش حتى ولو كان هناك بعض قادة الجيش كان لهم آراء في هذه الحرب ولا زال بعد قادة الجيش يبحثون عن سلام لكن كما قلت الحركة الإسلامية لا تريد أي هدنة بل تريد فرض أمر واقع تريد إعادة ترسيم المشهد السياسي بالدماء تريد أن تعود أكثر قوة وأكثر قمعا مما كانت عليه خلال سلاسين عاما الحركة الإسلامية مصابة بشبق السلطة والمال والثروة وتريد أن تعود حتى على أشلاء الوطن على جماجم المواطنين لا يهمها من يموت أو من يحيا لأن هذه شعاراتها فلترغ منا دماء أو ترغ منهم دماء أو ترغ كل الدماء هذه شعارات دموية وإرهابية هؤلاء مسؤولون ويجب تصنيفهم تصنيف كحركة إرهابية لأنها هي التي تدير هذا العبس هي التي تدير هذه الحرب والآن قادة النظام القديم يتحركون بحرية كاملة بعد أن خرجوا من السجون بل ينظمون أنشطة في وقت يتم اعتقال أو تفريق أي أنشطة أخرى شكرا جزيلا أيضا للكاتب المحلل السياسي فايز الشيخ سليك كنت معنا من القاهرة شكرا هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل لجنة إعداد قوانين الانتخابات الليبية 6 زائد 6 تعقد أول لقاء مباشر لها أطلق الجيش الروسي هجوما على مصنع آزوفستال الصلب آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مريوفل محاولات كانت موجودة من طرف روسيا وقصف كذلك كان متواصل روسيا مرحوة لأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في مريوبل ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية هذا الحرب ليس بأجل ناتو هذه حرب توسعية روسية كل الآجة معلومات هذا من صفة الحرب الإعلامية القتال في المنطقة ما بين خاركف وما بين إزوميا يتحدث زيلنسكي عن هجوم مضاد هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو هل يعني بأن باب الحوار بات موسداً بشكل كبير؟ اشتركوا في القناة في مكانه وزمانه حياكم الله وأهلاً ومرحباً بكم من جديد قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة إن أبرز الملفات السياسية في البلاد المصالحة الوطنية وإنهاء المراحل الانتقالية ذكر المجلس في بيان أن تكالة ناقش خلال لقائه مع عدد من المرشحين للانتخابات أهم الملفات السياسية الجارية في البلاد وعلى رأسها ملف الانتخابات وقد شدد على أهمية معالجة ملف المهاجرين الذي يعتبر مسؤولية الدولة وأكد أن المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية وإنهاء المراحل الانتقالية تظل أهدافاً رئيسة للمجلس الأعلى للدولة تعقيد لجنة إعداد قوانين الانتخابات الليبية 6 زائد 6 الممثلة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاً تقابلياً في أول لقاء لها بعد اختيار رئاسة جديدة لمجلس الدولة من المرجح أن تناقش ملاحظات مجلس النواب على القوانين الانتخابية التي أنجزتها اللجنة مجتمعة أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي مفتاح عودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة ويعد هذا الاجتماع كما أكد الكبير ونائبه في بيان في سبيل الاستمرار ببذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسام المصرف بين شرق البلاد وغربها وقد رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة والحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بإعلان توحيد المصرف فيما دعا رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة السفارة الأمريكية عبرتها الأخرى في ليبيا عن ترحيب واشنطن بإعادة توحيد المصرف المركزي الليبي باعتبارها خطوة حيوية للاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا داعية المصرف المركزية إلى إجراءات ملموسة نحو التكامل الكامل للأنظمة المالية والرقبية كما أعربت السفارة عن أملها بأن تكون هذه الخطوة نموذجا على طريق تهيئة المجال للانتخابات في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام بين الشرق والغرب وتوحيد مؤسسات الدولة أعلن محافظ البنك المركزي توحيد المصرف بيان لمحافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير ولنائبه مرعي كان قد أعلن أن المصرف مؤسسة سيادية موحدة وأضاف بيان المصرف أن الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسام المؤسسة المالية هو أمر مطلوب وأشار إلى أن الإعلان عن توحيد البنك المركزي قد جاء بعد اجتماع موسع عقد اليوم بمقر المصرف في العاصمة ترابلوس ساهم الانقسام بين البنكين المركزيين في حدوث أزمة سيولة كبيرة وذلك مع تباين أسعار الصرف ولجوء الناس والشركات إلى الأموال النقدية السائلة وذلك عندما عزلت ترابلوس الفرع الشرقية من عمليات المقاصة الإلكترونية للأموال هذا الانقسام انسحب على المؤسسات الاقتصادية ومنذ سنوات رعت بعثة الأمم المتحدة حوارا اقتصاديا يهدف إلى توحيد المؤسسات المنقسمة وعلى رأسها المصرف المركزي إذ كان يعمل برأسين الأول في ترابلوس برئاسة الصديق الكبير والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة علي الحبر الذي أقاله مجلس النواب وكلف مرعي البرعاسي مكانه محافظ البنك في بنغازي علي الحبر قال وقتها إن محافظة ترابلوس أوقف المباحثات دون سبب لينفرد بالقرر محافظة ترابلوس أوقف المباحثة معي من باريس المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش أهلاً ومرحباً بحاضرتك على شاشة الحدث أستاذ عبد الحكيم بحكم قرب المجلس الرئاسي المنفي والمحادثات الجارية مع دبيبة وبعيدة اجتماع الأمس الثلاثي عقيلة صالح وحفتر ولمنفي هل توحيد المصرف كان ثمرة لهذا اللقاء والاجتماع مرحباً أخي العزيز الحقيقة لا نستطيع أن نجزم حتى هذه اللحظة بأن هذا نتاج للتحركات السياسية القائمة وإن كان هذا من الممكن أن يكون في بحث عن إيجاد توحيد ما لرؤية مشتركة ولكني لا أستطيع أن أضمن على الإطلاق صديق الكبير وكيفية إدارته لمصرف ليبيا المركز صديق الكبير اعتبر نفسه فوق الدولة ولا شيء يحكمه على الإطلاق لا يوجد هناك مرجعية قانونية تحكمه ولا يوجد أي طجهة ما قادرة على أن تفرض عليه كيفية إدارة سياسة المنية داخل الدولة فأصبح يتحكم فيها بشكل مفصل ولا يوجد هناك ضابط على الإطلاق ولا إمكانية لمعرفة ما يمكن أن يقوم به صديق الكبير في المستقبل لقد كان في السابق أعلن هو والسيد الحبري كما جاء في التقرير عن محاولة توحيد المصرح ليبيا المركزي ولكنه انتكس عن ذلك ولم يحدث أي شيء يجاهه على الإطلاق صديق الكبير فوق مفهوم الدولة فهو لا يلتزم بقوانين ولا يلتزم بأي جهة ليبية من ممكن أن تصدر له أوامر فيلتزم بها صديق الكبير رأيناه في سنوات الماضية طوال السنوات الماضية ويقدم تقاريره إلى السفارة الأمريكية ولا يقدمها إلى مجلس النواب الليبي أو أي جهة الرقبية الليبية وبالتالي لا يمكن رهان على ما يصرح به صديق الكبير على الإطلاق وتصور بأن هذا الموقف يأتي بصرف النظر عن كل هذا النقد أو هذا التوصيف لحال صديق الكبير الموقف شهد ترحيبا نتحدث عن المجتمع الغربي والمتحدة الأمريكية نتحدث عن الدبيبة عن المنفي عقيلة صالح حفتر هذا الموقف لربما من المواقف النادرة التي تشهد يعني انعكاسا لوحدة الرأي هل يعد ذلك خطوة بالفعل وحافزا لحل الأزمة السياسية اليوم المندلعة في البلاد على الإطلاق أنا لاستطيع أن أضمن تتغير الموقف خلال الأيام القادمة لقد توافق في الصادق مع الصديق الكبير وكانت هناك شركة تم ارتفع عليها عن طريق الأمم المتحدة لمراجعة كيفية تصرف مصرفيب المركزي في بنغازي ومصرفيب المركزي في طرابلس وعلى هذا الأساس كان يفترض أن يتم توحيد مصرفيب المركزي ولكنه لم يتمحد عن الإطلاق بحكم أنه لا يوجد بس في توافق كبير يا أستاذ عبد الحكيم في توافق كبير جدا ماذا لو انتكس الصديق الكبير من يستطيع أن يفرض عليه ضرورة الالتزام هل هناك قانون هل هناك جهة أمنية ما ستفرض عليه هل هناك إجراء قضائيا ممكن أن يتخذ ضده لم يتخذ ضد هذا الرجل ولا حتى البيبة؟ البيبة مجرد أسهير للصديق الكبير هو الذي يعطيه الحق بنتصرف المال بويتالي يعطيه القدرة على أن يكون قادر على شراء ذيما من الناس من أجل البقاء في السلطة أي أنه التنصيق بينه وبين البيبة كبير جدا وهم بحاجة إلى مجموعات مسلحة تحميهم وهذا فقط ما يجعل الصديق الكبير موجود ليس مرجعية قانونية تحكم صديق كبير وكافية تصرفاته فهو يتصرف خارج القانون طوال السنوات الماضية من 2014 وهذه حتى هذه الساعة لا يصرف الميزانية داخل ليبيا من خلال قانون الميزانية يصدر من مجلس النواب لم يقدم تقاريره لمجلس النواب ولا ليفترف به بأنه هو الجهة التي تعين محافظة مصرحة المركزي وبالتالي نحن أمام شخص لا يلتزم بأي مرجعية قانونية على التقوير في إدارة كيفية إدارة المال ليبي إنما ينسق مع الطرف الخارجية ننتقل لجزئية أخرى متعلقة بالمحادثات الجارية وعمل لجنة 6 زائد 6 يبدو أنها تنجز على أرض الواقع سيد عبد الحكيم رأي حضرتك بذلك حتى هذه اللحظة الحقيقة لا أستطيع أن أتوقع إمكانية وصولها لنتائج ما قابلة لفرض علينا أن نتذكر دائما أخي العزيز بأن لجنة 6 ومجلس النواب ومجلس ما يسمى بمجلس الدولة جميعهم محتاجين إلى موافقة ما من جهة أخرى أعلى منهم على ما يمكن أن يتفق عليه بغض النظر عن لجنة 6 زي 6 وما يمكن أن يتفق عليه هم ليسوا المرجع المهائي الذي وفق توافقهم نستطيع أن نقول بأننا سنذهب للانتخابات لكن يعني مجلس الدولة يعني الذي يعني يأتي ثمرة المجلس الوطني سابقا مجلس النواب كمؤسسة تشريعية التوافق اليوم بين الحفتر والمنفي وعقيل الصالح ألا يعد كل ذلك سبيلا لدعم مخرجات هذه اللجنة على الإطلاق مدام هناك خاتم يجب أن يمر عن طريق باتيلي وعن طريق الأطراف الخارجية التي يمثلها باتيلي كل الاتفاق الذي تم الإعلان عننا سابقا من قبل لجنة 6 من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة عندما جاء الباتيلي قال باتيلي بأنه اتفاق ليس كامل وعليكم أن تتسعوا إلى إيجاد حل للنقاط الخلافية أي أن هناك جهة ما عليا فوق هذه المجالس هي التي تعطي الختم للموافقة على ما يمكن أن يتم التوافق عليه أو لا يتم التوافق عليه بين مجلس ومجلس الدولة لكن إذا تم التوافق لعصر عبد الحكيم إذا تم التوافق هل سوف تبقى معضلة إدماج وفرض دبيبة هي المشكلة الرئيسية بالنسبة لباتيلي بمنتهى الوضوح الحقيقة أنا أريد أن أذكر كنا في 2021 أخي العزيز كان هناك توافقا وكانت هناك قوانين الانتخابات رئاسية وبرلمانية وذهب المترشحون إلى إعلان عن تقديم أنفسهم وكنا على موعد أيام من الانتخابات أي أن الموافقة على القوانين الانتخابية والمرجعية القانونية ودستورية ليست الفيصل والقضية هي كيف ندخل إلى ترابلس ونسيطر على ترابلس بما أن أبد الحميد البيبا لم يكن موافقا في ذلك الوقت منع أمكانية إجراء الانتخابات داخل ترابلس وانتهى الانتخابات ولم تحدث إذن القضية ليست مرجعية قانونية ودستورية ما يحكم ليبيا هي القضية حالة السلطة الموجود داخل ترابلس وكيفية فرض سلطة بديلة لها إذا ما رفض عبد حميد البيبا والميليشيات الموجود داخل ترابلس والأطراف الخارجية أن تحتث أن تستحدث سلطة بديلة أتصور بأن هنا يحتث شيء على الإطلاق أنا أرى ترابلس مدينة محتلة من قبل الأطراق الأطراق صابتون الآن لا يتحدثون على الإطلاق والأمريكان والإنجليز كلهم جميعهم بحكم أن يستطيعون ضمان السلطة البديلة لعبد الحميد البيبا وصديق الكبير وهذه السلطات لذلك لا يستطيع موافقة على إمكانية استبدال هذه السلطة بسلطات أخرى شكرا جزيلا إذن عبد الحكيم فنوش المحل السياسي الليبي كنت معنا من باريس يعطيك العافي وشكرا على وجود حضرتك شكرا هذه النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل ألاف المتظاهرين في النيجر يحتجون ضد التدخل العسكري من قبل مجموعة إكواس تابعات إقرار الموازنة المالية العراقية هل يعقل أنه في بلد مثل العراق نسبة الفقر أكثر من 50% من السكتان هذه الميليشات لا تخرج عن إطار هذه القوى المتنفذة بالعراق هل هذا يعني استمرار أزمة أربيل وبغداد المتعلقة بالموازنة؟ الأقليم يجب التعامل معه ككيان موحد مستقل هناك أخطاع كثيرة في هذه التصوات ما هي المهام المناطة لصوات الجيش بالنسبة للفدوين؟ هل يمكن لهذه الميليشات أن تخرق صرايا السلام وتخرق التيار الصدري؟ بؤرة للدواعش في هذا المخيم ولقطة قلق بالنسبة للعراق جماعة كتائم حزب الله باتوا الآن خارج هذا الإطار ما الذي تعني هذه الخطوة أن يكون هناك ميليشيات جديدة؟ هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك أهلا بكم فشلت المفاوضات بين وفد مجموعة إكواس والمجلس العسكري في النيجر في ظل تشبث كل طرف بمطالبه وبحسب مفادي الحدث فإن مطالب المجلس العسكري تركزت حول موافقة الرئيس المعزول محمد بازوم على توقيع استقالته قبل الإفراج عنه كما يطالب المجلس العسكري بالبقاء في السلطة لفترة انتقالية لا تتعدى ثلاث سنوات قبل تسليم السلطة للمدنيين أما إكواس فتطالب بالإفراج دون شرط أو قيد عن الرئيس بازوم وبتمكينه من مواصلة مهمه الدستورية مقابل ضمانات بعدم ملاحقة الانقلابيين الحقيقة هي أن الاستيلاء على السلطة من قبل قوات الدفاع والأمن في وقت مبكر بدعم قوي من شعبنا هو جزء من سياق رفض النماذج الأمنية والحوكمة السيئة الناتجة عن الظلم والفساد الذي تمارسه الأنظمة التي تدعي أنها ديمقراطية ولكنها في الواقع تفتقر إلى الديمقراطية زيارة ربع الساعة الأخيرة فشلت يغادر وفد مجموعة دول غرب أفريقيا وفي الأفق يبدو خيار الحل السلمي تضاءل مقابل تدخل عسكري محتمل في البلاد بين هذه الخيارات تفائل وفد مجموعة إكواس بحذر بشأن الخروج من الأزمة بوابة الحل السلمي التي تبحث عنها إكواس أبقى عليها أيضا قائد المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني لكن الجنرال ترك باب الحرب مفتوحا أيضا باختصار لا يريد مجلس حماية الدولة ولا شعب النيجر الحرب ويظل منفتحا على الحوار ولكن فقط لكي نفهم بوضوح إذا تم شن عدوان ضدنا فلن يكون بالأمر اليسير كما يعتقد البعض رسائل واضحة الهجوم على بلاده ليس نزهى تياني وفي كلماته ذهب إلى ما هو أبعد من مطالب إكواس حدد ثلاث سنوات للفترة الانتقالية نافيا أي طموحات لمصادرة السلطة كما دع الشعب إلى حوار لتحديد شكل النظام الدستوري للبلاد دعوة تضع إكواس أمام مسار لا تريده إنما تريد عودة الرئيس المعزول محمد بازوم الذي قال ما لديه لوفد إكواس الذي بدوره تحفظ على مسائل وصفها بالخاصة تنتهي الزيارة دون نتائج تذكر يعود وفد إكواس وخيار تدخل عسكري محتمل على الطاولة فالخطة تتفق عليها وموعدها طي الكتمن خيار ينقسم حوله أعضاء إكواس لسيما مالي وبوركينفاس الرافضتين لأي تدخل عسكري ضد النيجرة وأرسل الطائرات مقاتلة إلى هناك تريد إكواس تدخلا سريعا وحاسما غير أن هناك من يخشى تكرار السيناريو الأوكراني في النيجرة حرب مفتوحة بدون سقف زمني ترسل موجات التوتر إقليميا لأبعد مدى تظاهر الألاف في وسط العاصمة نيامي دعما للمجلس العسكري واعتراضا أيضا على التدخل العسكري إذ ردد المتظاهرون العديد من الشعارات المعادية لكل من فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس ومن ضمنها لا للعقوبات وتسقط فرنسا فيما أدى موسيقيون أغنيات تشيد بقادة المجلس العسكري قال تقرير للصحيفة نيويورك تايمز إن انقلاب السادس والعشرين من يوليو الذي أطاح بحكم رئيس النيجر محمد بازوم قد يضيع على الولايات المتحدة الأمريكية جهد سنوات في مكافحة الإرهاب هناك وسوف يفسح الطريقة لصالح روسيا بحسب التقرير فقد يضطر البينتاجون لسحب 1200 جندي أمريكي من هناك وسوف يجبر على إغلاق قواعد في غرب إفريقيا لتظهر تحديات كبيرة أمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاربة الفصائل المتشددة في إفريقيا شواهد قوة حضور فرنسا في مستعمرتها السابقة كثيرة خاصة في قلب العاصم النيامي المؤسسات الفرنسية المتنوعة وأسماه الشوارع وما ترمز له من قوة روابط بين البلدين لم تعد تعني شيئا لفئات واسعة تماما مثل كل الموروث الثقافي والتاريخ الفرنسي فرنسا؟ انظر نحن أولا لسنا بحاجة لثقافتها ولسنا بحاجة لأشياء من موروثها وغيره بيد أن الناشطين المناهضين لفرنسا يريدون ليس فقط انسحاب القوات الفرنسية وإنما هدم كل ما يرمز للثقافة والهيمنة الفرنسية في النيجا علينا التخلي عن جميع الرموز والمعالم التي تذكرنا بعهد الاستعمار الفرنسي ومن هذه الرموز نجد الكثير من النصب التذكارية المغروسة في أرض أجدادنا وسنقاتلوا حتى يتم تدمير هذه الصروح وأن تأخذ أسماء محاربين أفارقة مع تنامي المشاعر المعادية لفرنسا في النيجر قد لا تبكى ذكر هذا القائد العسكري الفرنسي لفترة طويلة خالدة في قلب يامي بقية القصة مع سميلنا فادي في باريس أفريقيا صغيرة هنا في قلب العاصمة باريس مشهد يعكس العلاقات التاريخية لفرنسا بمستعمراتها السابقة لكن الحاضر السياسي في السحل الأفريقي يعيد من جديد أسئلة قد تقلق فرنسا أو قد تعيد رسم علاقات جديدة الانقلاب في النيجر والذي يظهر كلحظة تغيير تاريخي يوضح أن أفريقيا تدير ظهرها بشكل نهائي لفرنسا هذا الواقع يراه الفرنسيون من أصل أفريقي بكل وضوح فرنسا في النيجر منذ أكثر من خمسين عاماً والناس هناك يعانون يقولون إننا أغنياء في أفريقيا لكننا أغنياء بماذا؟ بالثروات الباطنية؟ لكن لماذا يموت الناس من الجوع في النيجر إذن؟ أوضاع الأفارق في بلدانهم الأصلية بالنسبة لأسان تنعكس في بعض جوانبها على الأفارق الذين يعيشون في فرنسا أيضاً التاريخ الاستعماري في أفريقيا ومصطلحاته الحية في خطابات بعض السياسيين الأوروبيين تسببا بفجوة كبيرة بين الأفارق المهاجرين وبين مجتمعاتهم الأوروبية ومع الانقلاب في النيجر يرى البعض أن حجم هذه الفجوة سيزيد الآن أكثر فادي الدهوك الحدث باريس معي من القاهرة الصحفية المختصة بالشأن الإفريقي صباح موسى أهلا ومرحباً بحضرتك على شاشة الحدث أساد صباح منذ أن حصل أو تقلد المجلس العسكري زمام السلطة بالنيجر كانت إكواز قد أمهلت المجلس هدنة أسبوع لم يحصل تدخل عسكري بعد ذلك حشدت نيجيريا بشمال نيجيريا الجيش ولم يحصل تدخل عسكري اليوم تحصل مفاوضات وبسبب تعنت حول الشروط أيضاً لم يحصل تدخل عسكري من يملك القوة الأكبر اليوم من الذي يعني يستطيع أن يبرهن وأن يقدم شروطه البداية تحياتي ليك وتحياتي للسادة المشاهدين صحيح السيناريو منذ البداية الإكواز رفعت سقف التهديدات والتحذيرات للمجلس العسكري في النيجر الذي يملك هو الواقع على الأرض الواقع على الأرض يؤكد أن عملية عسكرية على الأراضي في النيجر عملية صعبة ومستحيلة ومعقدة اليوم كان هناك الوفد ذهب إلى نيامي الوفد ذهب بنفس السقف العالي ما زالت المسافة بعيدة بين الطرفين أعتقد أنني لا يمكن أن أسميها مفاوضات لابد أن يكون هناك في تقديري وفد ليس رسمي من الإكواز لابد أعتقد أن وفد قبل ذلك من رجال الدين في نيجيريا ذهب وأحدث اختراقاً بقبول المجلس العسكري للجلوس للتفاوض الوفد الرسمي يذهب بطريقة بها نفس التحذير بها نفس اللهجة العالية وفي المقابلة المجلس العسكري دائماً يرفض بشدة بل بالعكس يهدد هو الآخر ويقول نحن مستعدون إلى الحرب والحرب ليست نزهة في النيجر وبالتالي العملية معقدة وتحتاج إلى طريقة أخرى لم نبدأ التفاوض بعد ما زالت اللهجات عالية إذا بدأنا طريق التفاوض لابد من تحديد منهج وفد غير رسمي مكان غير نيامي قد يأتمنه للمجلس العسكري وتأتمنه الإكواص قد تكون عاصمة من عواصم الإكواص بعيدة مع وفدين من الطرفين يكون فيها مفاوضات جادة بمعنى أن يكون هناك تنازل من كل طرف لكن كل سقف مرتفع بهذه الطريقة نحن لم نبدأ مفاوضات بعد ما زلنا في مرحلة التحذيرات طيب أستاذ صباح عندما نتحدث عن عن مجلس العسكري عندما نتحدث أو نشير إلى الفقه القانوني بقضية التدخل العسكري من قبل إكواص هي متعلقة بالإرهاب بحيث ما يشير متخصصون ومراقبون غير متعلقة بموضوع الانقلابات العسكرية إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ عملية التدخلات دائما من الإكواص هي دائما لو حدث أي انقلاب في أي دولة تابعة هو قانونا يجوز لأن هذا الاتفاق بموجة بالإكواص نفسها لكن العملية هي ستزيد ستزيد الأوضاع فوضى على الأرض الحركات الإرهابية ما زالت موجودة في المسلس الموت كما يسمناه بين بركينة فاس وماليو والنيجر مثل هذه الحرب ستضع البلاد في فوضى عريمة المنطقة كلها على فواهة بركينة الإرهاب ينتظر هذه الفوضى بالتأكيد يعني إذن القانون موجود ولكن في المقابل لا بد من الحكمة في إدارة هذه القضية لأنها قضية من الممكن أن تجعل الأمور في السحل الإفريقي يعني هذا الحراك أستاذ الصباح لا يمكن أن العفو هذا الحراك ليس يعني منصوصا عليه أو هل هو منصوص عليه ضد الإرهاب أم حتى في مثل هذه الحالات المتعلقة بالانقلابات العسكرية منصوص عليه في لوائح الإكوس الاتفاقات أي دولة في دول الإكوس يكون بها انقلاب بالتأكيد هناك تحذيرات هناك عقوبات اقتصادية حدث ذلك من قبل في مالي وفي بركينة فاسو يعني حدثت من قبل هذه الأمور وليست ضد الإرهاب فقط الاتفاق يقول أنه يعني المصارات الدستورية لابد أن لا يتم اختراقها هذه القوانين موثقة صحيح لكن الأوضاع معقدة ولابد من معالجتها بطريقة مختلفة نشر قوات من الصعب جدا يعني قانونا موجود هذا لأنه المصاري الدستوري قد تم الانقلاب عليه هل تعتقدين بأنه التدخل العسكري سوف يكون خيارا مطروحا طالما مثلا أن مالي وبركينة فاسو يعني موقفها واضح حتى هناك انقسام داخل الإكواس بموضوع تدخل العسكري هل يمكن القول أن هذه الورقة سوف تطرح ضمن سقف زمني وإجراء معين بالتأكيد الإكواس ما زالت متهورة في موضوع القرار نشر قوات عسكرية في أنه يجر رغم كل الواقع على الأرض يؤكد أن هذه الحرب صعبة جدا أيضا يؤكد ذلك أن هذه الحرب تحتاج إلى مظلة إقليمية ودولية الاتحاد الإفريقي يرفض هذا التدخل الأمم المتحدة حتى اللحظة لم يكن هناك أي اجتماع طارق في مجلس الأمن اللي بحث الأمور في أن نيجر لم يحدث وبالتالي الغطاء الإقليمي والدولي غير متوفر الأمور في الإكواس نفسها الدول المختلفة أكبر الدول نيجوريا وهناك تراجع في موقفها لا تريد تدخل عسكري إذن لو عولنا على السنغال وغانا وكوتيفار هي دول يقول خبراء العسكريين أن جيوشها ضعيفة وبالتالي نستنتج أن فرنسا هي التي تشحن الإكواس مثل هذه العملية لكن أمريكا على الاتجاه الآخر رغم أنها الصديق الفرنسي لكن هي تستقرأ الأوضاع أكثر من فرنسا هل هناك تباين في الموقفين الفرنسي والأمريكي في التعامل مع القضية أستاذ صباح لأنه واضح أن واشنطن تمسك العصى من الوسط ولعل ذلك يثير السياء فرنسيا بالتأكيد هناك تباين والتباين واضح أمريكا تحاول أن تحافظ على مصالحها بالعكس لو كان الصديقان الشريكان في السروات الإفريقية في الساحل الإفريقي أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول أن تحافظ على مصالحها المصالح ليست في النيجر فقط لو قلنا أن هناك ألف ومائة عسكري أمريكي في النيجر ليست مهمتهم في النيجر هناك قواعد أيضا أمريكية هذه القواعد لمراقبة المنطقة بأكملها وليست النيجر فقط وبالتالي المصالح متقاطعة جدا وإنت تجد اليوم السفيرة الأمريكية وصلت إلى نيامي صحيح أنها أكدت أنها ليس ذلك اعتراف ولكن ضمنيا تعيين سفيرة في هذا التوقيت ضمنيا أنه لا يقطع الطريق أو الاعتراف بالمجلس الجديد أيضا اللهجة انخفضت أن التدخل العسكري من الصعوبة في النيجر وبالتالي التبايينات بين فرنسا التي ما زالت في أسقفها العالي بسياسات متهورة في هذه المنطقة كان عليها أن تحتوي الأمر من الممكن أن يكون لها موطئ قدم بعدما خسرت بازون كان ممكن جدا أن يكون لها رجل واثنين ويعني رجال كثيرون في النيجر ولكنها اتخذت الطريقة الصعب وأعتقد أن عليها أن تأخذه للنهاية ولكن النتيجة بالتأكيد فاشلة كما حدث في ماليا وبروكينة فاسو وأعتقد أن مثل هذه الانقلابات ستكون عدوى لن تكون النيجر آخر دول الساحل الإفريقي في الانقلابات العسكرية إذن صباح موسى المختصة في الشأن الإفريقي من القاهرة شكرا جزيلا لحضرتك شنت القوات الأوكرانية هجمات عدة بمسيارات على محاور روسية مختلفة بينها موسكو وكورسك قد استهدفت مواقع مهمة بينها محور لخطوط النقل البرية وأسفرت الهجمات عن تعطيل الخدمة في مطارين يخدمان العاصمة الروسية لم يتأخر رد أوكرانيا فبعد يوم من هجوم روسي على مسرح في مدينة تشيرنييف والذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من مائة شخص أطلقت كييف العنان لطائراتها المسيرة على ثلاثة محاور رئيسية من بينها العاصمة موسكو بالإضافة إلى استهداف مبنى محطة السكك الحديدية في مدينة كورسك وهي محور كبير لخطوط النقل البرية ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل تم إحباط محاولة هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منشآت في موسكو ومقاطعة موسكو دون وقوع إصابات الهجمات الأوكرانية شملت أيضا مقاطعة روستوف التي تدير منها موسكو عملياتها العسكرية في الحرب على أوكرانيا والتي تأتي بعد يوم من زيارة نادرة قام بها الرئيس بوتل للمدينة التي تبعد ما لا يزيد عن مئة كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا المقاطعة تعرضت لمحاولة هجوم إرهابي باستخدام مسيارات متفجرة حيث تم تعطيل ثلاث منها مسيارات أوكرانيا أجبرت السلطات الروسية على إقاف مطارين رئيسيين يخدمان العاصمة الروسية أسباب أمنية ومع انتقال الحرب إلى مستوى جديد من المواجهات باستخدام المسيارات عوضا عن المواجهات العسكرية التقليدية تتعرض القوات الجوية الروسية لضغوط شديدة لمواجهة الهجمات داخل العمق الروسي بحسب تقديرات الاستخبارات البريطانية جاسم محسن الحدث بعد أشهر على هروب مئات الألاف من الشبان الروس خارج بلادهم هربا من التجنيد الإجباري لصالح الحرب في أوكرانيا اختار مؤخرا الكثير منهم العودة مجددا إلى أرض الوطن لأسباب إما اقتصادية أو عائلية قبل أشهر استففوا في طوابير طويلة هربا من التجنيد الإجباري على حدود روسيا مع جورجيا أو كازاخستان أو غيرها توافدوا هربا من التجنيد الإجباري لصالح الحرب في أوكرانيا لكن مركباتهم عادت لترشتو في ميناء الوطن من جديد الألاف من الشبان الروس لم يتحمل فراق بلادهم من بينهم إيفان نيستيروف الذي اشتاق إلى هواء مدينته موسكو نيستيروف توجه قبل أشهر إلى كازاخستان رغبة منه في النفاذ بجلده من التعبئة الإجبارية لكن حنينه للوطن أعاده مرة أخرى إلى موسكو رغم أن الدعوة للتجنيد لا تزال واردة استقت إلى وطني وأصدقائي الأماكن المقربة إلى قلبي كان الأمر صعبا جدا من الناحية النفسية لم أعد أرغب في العمل وقد أدركت أنني أكسب أقل أربع مرات حمل السلاح والوقوف في جبهات القتال لا يزال كبوسا يرعب العائدين إلى الوطن لكن الصعوبات المالية والروابط الأسرية كانت دافعا أساسيا لعودة الهاربين من التجنيد إلى الوطن طالما اعتبرت نفسي إنسانا منفتحا لكن من الناحية الواقعية عندما تجد نفسك منفصلا عن المكان الذي ولدت فيه يبدأ شيء ما في الحدوث إمكانية الدعوة للتجنيد تبدو منخفضة نوعا ما سيما بعد إعلان موسكو أن الحملة الأولى انتهت بتجنيد 300 ألف رجل كما أن إطلاق الجيش حملة تجنيد طوعي في الربيع هدأ المخاوف من التجنيد الإجباري نيستيروف وغيره لم يحتمل البعد عن الوطن لكنهم يعلمون جيدا أن الحرب المتواصلة قد ترغمهم مرة أخرى على الاختيار بين المغادرة أو حمل السلاح وسمى ذهبي الحدث إلى العناوين مسؤول في منظمة إيجاد يحذر من تحول السودان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية ويدعو إلى إنهاء الصراع مؤشر بإنهاء انقسام المؤسسات المصرف المركزي الليبي يعلن إعادة توحيده بعد عشر سنوات من انقسام بسبب الحرب الأهلية فشل المفاوضات بين وفد إكواس والانقلابيين في النيجر والألاف يتظاهرون في نيامه دعماً للمجلس العسكري موجز للأخبار بعد خليل ابقوا معنا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس الدنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر